بعث ممثله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر خلالها سموه عن عميق الشكر وخالص الامتنان لما قابله والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة وحسن وفادة مما كان لها أطيب الأثر خلال حضور سموه القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية والدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض والتي عكست عمق الروابط التاريخية الوثيقة والوشائج الحميمية التي تربط وستظل بعون الله البلدين والشعبين الشقيقين على مر السنين كما أعرب سموه حفظه الله عن عظيم التقدير والثناء لما بدلته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود دؤوبة وتنظيم دقيق وترتيبات متميزة من أجل الوصول بهذه القمم إلى مرتبة النجاح مما يؤكد المكانة الرفيعة والمتميزة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية الشقيقة على الساحتين الإقليمية والدولية آملا سموه حفظه الله أن تحقق قرارات وتوصيات المؤتمرات المنعقدة أهدافها المرجوة في تطوير أوجه التعاون المشترك بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجالات أرحب وأوثق بما يخدم المصالح المتبادلة بينهم في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم معبرا سموه حفظه الله عن أطيب تمنياته لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة بموفور الصحة والسعادة والتوفيق راجيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام الرفع والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه